ليست وحدها الرباط من استغرب والسنكر وأدان الداخل التونسي هزه ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من إخراج للدبلوماسية التونسية عن تقاليدها ومسارها المعهود باستقباله زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية في قمة للتعاون بين اليابان ودول القرى الإفريقية هذا العمل العدائي وغير المسبوق نددت به العديد من الشخصيات في المشهد السياسي التونسي ووصفته بالانحراف الخطير على المستوى الدبلوماسي على حساب علاقات متميزة وأخوية طالما جمعت البلدين المغاربيين سعيد زعيد روي اختلفت كلماته وسياغة جمله وبقي قاموس تنديد واحد تنديد على الانحراف الخطير الذي حصل في طريق الدبلوماسية التونسية فبعد الاستقبال الرسم الذي خصبه قيس عيد زعيم ميليشيات انفصال البوليساريو شهد شاهد من أهله بأن ما حصل سقطة دبلوماسية مدوية رئيس حزب المجد عبد الوهاب هاني في تدوينة على حسابه بالفيسبوك كتب هذا الفعل سيعرض بلا شك المصالح العليا لتونس ومصداقيتها لصعوبات كبيرة وأضف إنه انتحار سياسي وتسأل عبد الوهاب هاني عن أسباب تخصيص استقبال بحفاوة كبيرة لزعيم كيان انفصالي فيما لم يستقبل قيس عيد رؤساء دول إفريقية أشقاء آخرين لدى وصولهم إلى مطار تونس الدبلوماسي تونسي السابق إلياس قصري استنكر بشدة ما قام به الرئيس واعتبر ما فعله هو خرق لسياسة التوازن بين الجيران في شمال إفريقيا وكتب بعد المشاكل الاقتصادية ونقص الحبوب والأدوية والبنزين ومواد أخرى كثيرة جاء الدور على الدبلوماسية لتجعلنا نخشى المبادرة التالية التي تساقودنا إلى مزيد العزل على الساحة الدولية والأمين العام لمنظمة العمل التونسية محمد الأسعد عبيد أكد أن استقبال زعيم انفصال البوليساريو سيؤدي إلى عزل تونس عربيا وإفريقيا ودوليا معتبرا هذه الخطوة بمتابة انتحار سياسي غير مسبوق للدبلوماسية التونسية هو ارتجال وعدم كفاءة وانعدام رؤية نواضحة فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية هكذا وصف الأمين العام لحزب السيار الديموقراطي غازي الشواشي السقطة الديبلوماسية لقيس السعيد وتساءل ماذا تفعل البوليساريو في القمة الاقتصادية التي تجمع الدول الإفريقية باليابان خاصة وأن اليابان لا تعترف بالكيان الانفصالي السؤال يحمل الكثير من التبصر والوجاهة